العمارة الشربطلي انه طبعا كان مهم انه ييجي عشان يطمن الاهالي وقال ان احنا الوضع لازم نبقى في لجنة وقال انا مش هقول رأي ولا قراري القرار بيكون للجنة واللجنة هي اللي بتاخد بتعمل معينة وتشوف مدى سلامة المبنى ولا لا وقال انه المبنى مفهوش المشاكل الفنية الضخمة اللي الناس يعني كانت متصوراها وقال ده من خلال المعينة احنا بجانب سيدة الوزير كامل الدكتور عمر عبر رحمن اللي هو رئيس اللجنة واحد طبعا من سلزة الهندسة المعروفين والانشاءات المعروفين ادي العمارة اللي كنا بنتكلم عليها مبارح حسن الشربطلي قدام حضراتكو وعملوا النهاردة اجراءات كاملة في العمارة بدأوا يشتغلوا على طول عشان يقدروا زي موعد الوزير كامل قال ان احنا يعني ان شاء الله خلال اسبوعين من دلوقتي يعني قال مش هنقعد شهر ولا حاجة قال لا ان شاء الله بعد العيد اسبوعين كده ويكون مخلصين هنشتغل وقال ان احنا طبعا الأجازات وكده ادي عز الدينز الفقار محمود المليجي علوية جميل فناننا والمخرج والفنان الكبير طبعا محمود المليجي والفنانة طبعا علوية جميل اللي كانوا وفي حفيد الفنانة المهندس يسر تيناوي اللي بعد شوية هنقدر نشوف هو بيتكلم حتى كان بيتكلم او بيتكلم مع سيادة الوزير كامل الوزير بباش مهندس يسر تيناوي احنا بنحيي طبعا بنحيي كل الناس اللي موجودين وقاعد قال طبعا مخاوفنا مبارح واللي حصل مبارح وفجأة قاعد يشرح طبعا الموقف بالنسباله العمارة كان اللي قدام حضراتكو دي الوزير كامل وزير قال انا في سنة 75 العمارة دي كانت معرفش بين ثلاثة دوار زاد زودوهم اربعة دوار وقاعد يدى مثلا للسكان وهم بيتكلم وقال لهم بصوا العمارة اللي قدامكو دي سنة 75 انا كنت باجي المنطقة دي كانت ثلاثة بصوا بقت كام دور زيادة واحد اثنين ثلاثة وعمل روف فوق فقال تخيلوا ده بيحصل مش بتكلم على الزمالك بشكل او لكن حتى بيحصل في مناطق مناطق كثيرة رد على تساؤلات كثيرة النهاردة الوزير كامل الوزير خلال جولته وكان وجوده مهم انا طبعا الامر كمان اهلينة الزمالك يمكن الوزير كامل النهاردة بيأكد هذا الكلام وهيبقى له معانا تصراحات بعد شوية هنتسمعوها انه الاهالي لازم يكونوا متطمنين هو قال كده مش انا يعني انا قلت مبارح وبفضل اقولها انا راجل مش فن ومش مهندس وبالتالي محكمش على شيئا كده دايما اللي يحكم عليها اللي شغلته الامانة بتقتضي طبعا اللجنة وانه مسألة مسئولية مسئولية مهمة على الجميع نهاردة اللجنة هي المكلفة بهذا الامر اللجنة بتكتب تقرير واضح بتحدد فيه الاسباب بتحدد فيه الموضوع بتحدد فيه هل العمارة دي الترميم اللي يتم او الحالات الحقن اللي بيتكلموا عليها هندسيا التربة نرجحها ازاي نعمل فيها ايه الشروخ اللي حصل دي بنملاها ازاي او الفراغات بنملاها ازاي كل دا مسألة هندسية تماما يعني مش اي حد يتكلم فيها يتكلم فيها رجال الهندسة اهو عملوا على طول حطوا السقلات وبتاع عشان يبدأوا يشتغلوا على طول اعتبارا من اليوم اللجنة عملت تقرير وفيه توصيات ايه اللي حصل فيه فيه البرج او فيه العمارة حسن الشرباتلي هم اولا مسؤولين قدام ربنا الاول قبل اي حد يعني هزي اللجنة مسؤولة امام الله قبل ما يكونوا مسؤولين واحنا لا نشكك في احد على الاطلاق المسألة يا جماعة هنا بنتكلم على يعني اهلينة بنتكلم على مواطنيين بنتكلم على يعني اصر بنتكلم على ارواح ناس اي حد النهاردة في هذا الامر لازم يكون حضر وسادة الوزير كامل امبارا قال هذا الكلام والنهاردة قالوا هتسمعوا معنا بشكل واضع احنا الاهم رقم واحد وعشرة سكان وحياة السكان اهم من اي حاجة اللي السكان عايزينه احنا هنعمله لو عايزين كل واحد فيهم طبعا احد وكذا والعمارة وذكرياتنا وده كلام مقبول طبعا يعني المهندس يسري بيقول انا كنت باجي العمارة ديه عند ثلاث سنوات قال حياتي كلها ثلاث سنوات باجي هذا المكان في هذا المكان قعد في هذا المكان وعمري ثلاث سنين طبعا عيلته وهو حفيد الراحلة علوية جميل طبعا وبالتالي طبعا اي حد فانا محمود مليجي مخر عزي دينزو يعني اصار حتى اي حد لم يبقى بتكوى وطبعا وانا يعني بتبقى عملية صعبة جدا لكن فيه حاجات بتحصل ما بتبقاش يعني مقضوع متوقع وانا قلت مبارح وافضل اقول احنا من البداية كنا بنتابع مع مع كل اهالي المنطقة ونتكلم معاهم ونشرح ونوضح محامين بتوحهم هما كمان تقارير بنعرضها بنتكلم فيها لانه مخاوفهم هي مخاوف الجميع ومحدش تاني بقول لحضراتكم انه الجميع النهاردة بيشتغل عشان المواطنين عشان السكان الوزير كامل نهاردة طم لانه فيه مخاوف بعض الناس قالوا ايه ممكن يحصل عمارات تانية قال لهم خلاص المكان عدت المكان عدت وبالتالي طالما المكان عدت خلاص وقال لنا مبارح في المداخلة لو كان حاجة حصلت كانت حصلت لما بكلموا على الميل قال لا مفيش ميل واكد الكلام ده بشكل واضح مبارح قال مفيش ميل للعمارة النهاردة يعني بسأل مهندس فقال لي بص مسألة الميل او مش ميل الاسنصير الاسنصير هو اللازم يحكم هذا الامر يعني ازاي الاسنصير طالع او مش طالع يشتغل او ما يشتغلش هو اللي يحكم مش العين المجردة ممكن بالعين مجردة ممكن احنا بالعين المجردة نشوف انها مالت ولكن الناس لما بتروح هناك قولك لا مفيش ميل يعني امور في هذه الامور الفنية بنترك للجنة اللجنة مهم جدا انه المرعاة لانه لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي حاجة بيتحمله مسئولية مش عايز اقول قانونية مسئولية جنائية يعني تبقى عملية طبعا لا قدر الله بقول لا قدر الله ولا نتمنى ان لكل الخير لاهلين وكلهم على مساء الجمهورية ومحدش عايز اي مشكلة تحصل لأي حد ومحدش عايز يعطل اي مشروع يعني ولا احد ولا واحد وخلي بال حضراتكم اهل الزمالك دول ناس مش بتوعهم مشاكل يعني ناس محدش يوم تلاقيه في مشكلة ما بتطعش المناطق دي مشاكل ما بتلاقيش يعني ناس دي ناس كلها كلها يعني اقدر اقولها كده اه كلها كلهم ناس احنا عارفين مين اللي ساكن في الزمالك او اهل الزمالك تحديدا ما نجي نتكلم ونقول والكلام ده المهندس يسر النهاردة هو بيتكلم معنا بعد شوية تسمعوه راجل مشغول يعني ساب موضوع العمارة ومشغول هم دول بمصر اقعد يتكلم على اسيوبيا واقعد يتكلم على ليبيا واقعد يتكلم على كورونا